يروح يعني أنا بيعرف الطالب لما يأخذ تلفونه المدرسة وين ولي أمراه وين ولي أمراه ليش هذا التخصير الكبير وبعدين لازم تفعيل دور المدرسين قبل يعني كانوا المدرسين قبل يفتشون عند الباب ولاها قرارة ولاها حزمة فلما الحين نطالع انتشار البلوتوث هذا شيء طبيعي يحصل لأنه فيه تسيب وما في أحد قاع يراقب حتى في المدرسة يعني مثلا خاصة في المدارس يطلع لك أحد المدرسين السوريين في منطقة الجارة التعليمية يشتم الكويت ويتم عقابة بخاصة مسبوع فهذا شلون تبيه يراقب أولادك وهو يشتمك نعم يعني أخ محمد وصلنا وياك إلى نهاية هذه الحلقة نشكر أستاذ محمد حسن الكاتب الصحفي في جريدة الشهد الله أشكرك أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة إيميل برنامج موجود عندكم للتراسل مع طاقم البرنامج حتى نلقاكم في حلقة مقبلة نستودعكم الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر